أعتبر أن الإجراءات التي أخذت الحكومة في 2021 خدت طبع حال مقالي الحكم بدأت بهذا برنامجين وعدت بخلق مليون منصب شغل إرسطمت بمجموعة طبع حال من الظروف الماكرو اقتصادية دولية التي المغرب لا يجزء منها وعاش بطبع حال ضلال هذه الأزمات أعتبر أن هذه الإجراءات مهمة حتى لننفي طبع حال أثرها كما ذكرنا فعلنا الشاب كجمعية عندما تتنقل وهناك الشاب تخرجه من سوداوية من أنه تريد قلب على الهجرة وتتكلمه على مثلا أرقام منذوبية سميل تخطيط في إحصاء حول الهجرة الدولية هنا بالمغرب تكلمت أن أربعين في المئة من الشباب تتراوح عمر مو بين 18 و24 سنة يحلمون بالهجرة إلى الضفة الأخرى سواء بطريقة نظامية أو غير نظامية عندما تقيس هذا الشاب بصورة أو بأخرى هذا مهم حتى نكون موضوعيين لكن أعتبر أن رزمانة الإجراءات التي تخذت إلى حد الآن منذ أكتوبر برنامج الحكومي أكتوبر 2021 كانت استعجالية أولوية التشغيل لأنه تم إطلاق البرنامجين معا مع بداية جيد لكن النتائج المحصلة لحد الآن مشجعة لكن هل هناك استشرفات مستقبلية في الولايات الحكومية الحالية للتعميم حتى نخرج كما ذكرت من موادرات البطالة لأنه مشاكل البطالة تراكمت عبر سنوات وحلها ليس راهين بهذا البرنامج أو بداك لأننا نتكلم على أنه معدل البطالة لم يراوح مكانه هذا يعني سمشوا 11.8 عدو رجعوا إلى 12 لبقى 12.9 عدو تنطلوا إلى 13% وبالتالي يعني إحنا في مكاننا هذا جانب يعني ما كنش إنعكاس مباشرة كما قال الأستاذ يعني حقنا الربطون لمؤشرات الماكرو اقتصادية لخصة تحسن بهذا البرامج بالتالي الحد أن ما كنش وكذلك نقدروا نقع عذر لأنه هذا البرامج عندها إجابة آنية وما زال ما عندهش لمدة كبيرة ولكن يحسب للحكومة مثلا أنها حافظت على الإنفاق العمومي الذي وصل إلى 300 مليار درهم وهذا يشغل مجموعة من المقاولات كبرى صغرى متوسطة أعادت النظر في نظام الصفقات العمومية نعم كي كذلك الإصلاحات الضريبية وإضافة إلى كل ذلك ميثاق الاستثمار الذي من المستحيل التجنية ثماره بين عشية وضفعة حتى يعني لازال مراسيم التطبيقية والأمور التي لها علاقة بالتنزيل الفيلي له لازالت يتم العمل متفق معك نعتبر أن الميثاق الاستثمار سيكون أكيد هو الذي سيعطي الإضافة على مستوى حل معدلات البطالة ومن هنا نسوق مثال دول التي سرعان تحسن معدل النمو كذلك معدل البطالة كتركيا كماليزيا إلى آخر والتي كانت الكلمة المفتاح في حل هذه المعادلات البطالة هو الاستثمار تماما بطبع حال وجد ذلك الاستثمارات الخارجية ولكن أظن كما ذكرت خاصة نوع من الوقت يتنزل على الأرض الواقع بكل طبع حال حيتيته لكن في نفس السياق يجب أن نقول السياسات التي بوشرت نعتبر جيدة ولكن في نفس السياق أظن على أنه لما لا يتم إشراك الشباب في مرصد يتم خلقه لنتكلم مع التقائية السياسات العمومية هذا فرصة عنده عنده في أمستهدفة عنده أهداف والأخر أوراج كذلك عنده في أمستهدفة ولكن السياسة التقائية لتضع الأثر على المستقبل بالمرصد بإدماج الشباب كذلك يتكون عنده كلمة لأنه ربما نتكلم كذلك الإصلاح الآن للجامعات إلى آخرين لما لا يكون كذلك أنه وحدات أكاديمية التي تكون فيها للروح المقاولاتية نزرعوها في هذه الشباب أحساب التعليم الأساسي عاد باش نوصلوا للجامعة والقاوة كذلك في إطار استمرارية باش ما نبقاش معاولين على القطاع العام لأن العدد الكبير يتعاول لقطاع العام لآن مناصب الشغل تعداش ١٢٠ ألف في السنة للمناصب مالية التي تفتحها الحكومة